المقاتل المصري هو المعجزة الحقيقية لانتصار اكتوبر العظيم وستطاع بعزيمته واسراره تحقيق النصر واسترداد الارض وترد العدو والحاق الهزيمة بالجيش الاسرائيلي باسلحته الحديثة المتطورة وتدمير خط برليف في الثانية ظهرا يوم العاشر من رمضان الموافق السادس من اكتوبر في عام 1973 حانت ساعة الصفر ووجهت القوات الجوية المصرية ضربة استهدفت المراكز الاستراتيجية للعدو الصهيوني في عمق سينار وانتهت الطلعة الجوية الاولى بنصر صحيقة شلت حركة العدو لانطلق رجال المدفعية المصرية مدعومين بالاسلحة الثقيلة والضخيقة مثل المدافع يار 130 مم و 155 مم و 240 مم كما تم تزويدها بالسواريخ الاخصر تطورا المضادة للدبابات والعديد من الاجهزة والمعدات الفنية الحديثة ونفز رجال المدفعية اكبر تمهيد نيراني بطول الجبهة حيث قام ما يقرب من الفي مدفع على طول خط القناة باطلاق قذائفها في اتجاه الضفة الغربية للقناة تجاه العدو الاسرائيلي وضرب التمركزات وملاكز القيادة والسيطرة ومحطات الرادار الخاصة بالعدو الاسرائيلي وتمكنت المدفعية من فتح الصغرات في حقول الالغام والاسلاك على طول برليف حيث كان قصفا محكما نتيجة تدريب والتجارب والمعارك وبذلك استطاع المشاة والمضرعات اقتحام الحصون الاسرائيلية والاستلاء عليها كما عبرت بعض اجزاء المدفعية الثقيلة المصرية حاملين الاسلحة الثقيلة الى الضفة الشرخية لقناة السويس حتى تتمكن من التعامل مع العدو باقصى مسافات تسمح لها بمداني ران مؤثر وتم تنفيذ عبور المدفعية بكامل اعيرتها تبقى لتخطيط الموضوع وكان من ضمن احد المهام الموكلة للمدفعية المصرية هي ضرب العمق الاسرائيلي اذا تطلب الامر وذلك عن طريق المدفعية الاستراتيجية وصواريخ سكود فقد ساهم رجال المدفعية في نجاح اقتحام فناة السويس وتنفيذ مراحل العملية الهجومية الامر الذي ساعد قوات العبور المتتالية على الاقتحام ومواجهة جميع حصون خط برديف واسقاط النقاط المعادية شرق القناة بعدما لعبت الصواريخ المضادة للدبابات دورا مؤثرا في تدمير دبابات العدو وعناصره المدرعة وقد اشتركت مدفعيتنا وصواريخنا بمختلف الاسلحة الجديدة المتطورة في معركة النصر وقامت بأخطر الأدوار في هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر